اهلي قبل ما فاروقي احنا قولنا طي تشكيلي النادي الاهلي ماتش النهار ده حيبقى محمد الشناوي لحراس المرمى في دغيرات كتير محمد الشناوي لحراس المرمى ظهير ايمن خلع فتاح ظهير ايصر علي معلول وقلبي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنى سلاسي خط الوسط متغير كل عمر السلية محمد مجد افشا والقندوسي وسلاسي المقدمة طاهر محمد طاهر احمد عبدالقادر ومحمد شريف نقوله مرة تانية محمد الشناوي لحراس المرمى خالد عبدالفتاح ظهير ايمن علي معلول ظهير ايصر قلبي الدفاع محمد عبدالمنهم ورامي ربيعة سلاسي خط الوسط احمد قندوسي محمد مجد افشا وعمر السلية وسلاسي المقدمة طاهر محمد طاهر واحمد عبدالقادر ومحمد شريف كل التوفيق لعبة النادي الاهلي ان شاء الله اتحقيق المكسب وحصد سلاس نقاط كنت عايزة انوه على حاجة سريعة معلش حاجة تخصني بس حاجة مهمة المفروض اتكلمت فيها قبل كده عملت عدة بلاغات ولكن حتى الان في صفحة باسمي باسم الاعلامي ايمن شوي بتسيق لي وبتسيق لناس تانين انا عملت اللي علي انا ما عنديش اي صفحات على مواقع السوشيال ميديا خالص نهائي ففي صفحة بتسيق لي وبتسيق للغير دي مش صفحتي عملت بلاغات وخدت الموضوع قانوني ولكن ما زالت الصفحة موجودة انا بس حبيت انوه على النقطة دي علشان اللي بيكتب او اللي بيسيق للناس في الصفحة دي مش انا حد تاني غيري خالص انا يعني محبش ان انا اسيق لأي حد دي مش شخصيتي اصلا فحبيت بس انوه سريعا على النقطة دي طبعا فروس صراح تكلم عن حاجات كتير وقال لنا على الوضع العام دايما بعد الماتشات الكبيرة او البطولات الكبيرة اي فرق بتاخد مش النادي الاهلي بس على فاكرة بيحصل نوع كده من يعني فرحة زايدة عن الحد شوية يمكن الفرحة المرة دي طولت علشان كان فيه توقف دولي لكن انا عايز اقول حاجة بس في الحتة دي ممكن ما يكونش الاداء زي ما الجمهور عايز ممكن لقدر الله النتيجة ما تكونش زي ما نتوقع ولكن ولكن لعيبة النادي الاهلي بمجرد ما بتحط رجليها في الملعب خلاص بتركز حتى وان كان البعض البعض بيبقى عنده حتة يعني من نشوة الفرحة بتاخده شوية ولكن الباقي بيجبوه الباقي بيلموه ليه بقى كمان لان انت عندك هدف وتموح اكبر من اللي انت عملت هتقول لي اكبر من اللي انا عملت اه اكبر اكبر انت عملت انجاز كبير جدا 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 من حقك تفرح اه من حقك افرح من حق الجماهير تفرح من حق الجماهير تفرح وأنا عايز أقول لعضلاتكم حاجة لازم نفرح ولازم نفرح ببطولاتنا ونفتخر بيها ولازم الفترة دي كلها تبقى أفراح لكن لما يكون في مباراة وفي تركيز أنا واثق إن لعبتنا هتركز إحنا وراهم إحنا بندعمهم إفراحوا اتبسطوا الفرحة دلوقتي بقت عزيزة جدا والفرحة دلوقتي مصدرها بالنسبة لنا حاجة واحدة بس النادي الأهلي معلش أنا صريح شوية بس إيه الفرحة دلوقتي بالنسبة لي النادي الأهلي أنا كمشجع للنادي الأهلي فالفرحة بقت عزيزة خلاص الظروف بقت صعبة جدا ظروف الحياة بقت صعبة جدا جدا ليه ما نفرحش ده البطولة اللي جات لنا دي لو تتذكروا بقى حضراتكم لو رجعنا تاني ليلة سانداونز تفتكروا حضراتكم كان شكلنا كلنا إيه كان شكلنا كلنا عايز أفكركم بالهجوم الشديد القاسي اللي كان على لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي إيه مش على لعيبة النادي الأهلي بس لوحدها على المنظومة ككل على الكابتن محمود الخطيب على مجلس إصدارة النادي الأهلي شوفوا إيه اللي حصل نقطة التحول نقطة التحول كان ماتش سانداونز شوفوا بقى اللي حصل من ماتش سانداونز لحد وقتنا هذا مش عايز نفرح زي الجماعة اللي يقولك إيه ادعو الأطهر الطاهر ويسكت ادعو الأطهر الطاهر ندعي الأطهر الطاهر ليه ومحمد تاني لما ضيع بنالتي في سانداونز وساعتك اللي واخد خمس بطولات أفريقية منهم ثلاثة ركلات ترجيح يعني لو ما كانوش الخصوم ضيعو كان زمانك عندك اتنين بس ده اللي بيتكلمه اللي بيتكلمه عمال على بطال اللي بيتكلم أي كلام على السوشيال ميديا وخلاص عشان يعمل تريند عشان يتكلم على النادي الأهلي ليه ما نفرحش ده هو أصلا المنافسين مش عايزينكوا تفرحوا لا نفرح ونتبسط مش دول اللي قالك النادي الأهلي مش هيوصل لدور التمانية فاكرين حضراتكم فاكرين بعد المتشسانداونز قالوا ايه بالنص خلاص ده النادي الأهلي كل سنة ونت طيب النادي الأهلي باي باي اللعيبة دي خلاص راحت عليها